من دبيت صحب الإقليم مؤسسة فاسدة نطالب بإيقالتها من مناصبها أولا كما أقول تعزي الحر جميع المواطنين والمواطنين الذين فقدوا أهلهم وأقاربهم بسبب كوفيد ثانيا الملاحظ أن انتشار وباء كورونا بالإقليم انتشار سريع جدا وخطير جدا طبعا هذا انتشار ديالو له سببان أساسيا السبب الأول هو السبب من طرف الوزارة الوصية بالإقليم على عسبة أنها لم تتخذ كافة تدابير كافة الإجراءات وكافة الأدوات والآليات لتوعية المواطنين على الأقل للحد من هذا الانتشار السبب الثاني هو أن المواطني لحد الساعة يميعوا أهمية التدابير الاحترازية والإجراءات الويقائية التي تحد من انتشار هذا الوباء الوباء الخطير الذي كما كتلاحظه كل نهار يكون عنده ضحايا ما بين ثلاثة وما بين جوج مسألة أخرى أود أن أركز عليها وهي مسألة الوزارة الوسية بالإقليم المشفى الحسنية من دبيعة صحب الإقليم مؤسسة فاسدة نطالب بإيقالتها من مناصبها وهناك أمور كثيرة جدا وما كفضائح كبيرة جدا لا على المستوى المالي ولا على المستوى الموارد البشرية ولا على المستوى التعامل ديال المسؤولين على المستوى الإقليمي فعلاقتهم بالوضع الصحي بالإقليم لا قبل كورونا ولا بعد كورونا ونريد كذلك وأكرر هذا المسألة هذه هو أنه نطالب وزير الصحة بإيقالة المسؤولين على الوضع الصحي بالإقليم ابتداء من المندب الإقليمي إلى المديرة الإقليمية إلى كذلك المسؤولين اللي هما مسؤولين على الوضع الصحي بالإقليم نطالب كذلك وزير الصحة وزارة الصحة والحكومة بتسريع ببناء وإنشاء المشفى الإقليمي بمنطقة سلوان هذا طبعا هيك عن وضع آخر يعيشوا الإقليم وهو أننا كنا نطالب ونجدد المطالبة بإنشاء مشفى لتشخيص ومعالجة مرضى السرطان بسبب العدد المهول للناس المواطنين لمراضين بمرض السرطان وتحية لكم وشكرا